أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن يوم شم النسيم الموافقة للاثنين التاسع والاثنين التاسع من أبريل الجاري يعتبر أجازة بأجر كامل للعملين بالقطاع الخاص كما قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في السوق المحلية الأحد المقبل الثامن من إبريل والاثنين التاسع من أبريل وتعود البنوك العاملة في السوق المحلية العمل صباح الثلاثاء في العاشر من أبريل